إذا افترضنا إنك عشت حياة واحدة فقط قبل هذه الحياة الأرضية فهذا خاطئ جدا 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 إذا افترضنا قلنا طيب إنه الإنسان لم يعيش سابقا إلا هذه الحياة فقط إلا هذه الحياة يعني قبل الأرض قبل حياته الآن وسابقا مرة واحدة هنا فهذا خطأ كبير جدا يعني إذا رفضنا الحياتات الأخرى أكرر باستمرار يعني أقولي فيه هذا رفضنا وهذا رفضنا وهذا رفضنا قلنا فقط موجودة هذه هذه المحطة التي قبل المحطة الحالية فهذا خطأ جدا 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 الآن أسألكم لماذا اعتبرنا أنه خطأ الافتراب بوجود حياة واحدة قبل هذه الحياة الأرضية أستاذ ممكن نقول أنه مش صحيح أنه نفترض أنه عيشنا حياة واحدة بس لأنه صعب نكون يعني تعلمنا دروس يعني صعب أنه نحن نتعلم الدروس والتجارب في حياة واحدة لازمنا حيوات كتير عشان نرتقي روحيا إحنا ممكن برضو لأنه أصلا إحنا قبل ما نتجسد في في الأرض عيشنا حيوات تانية كنجوم كواكب كمجرات صح كوعية يعني صعب أن نقول أنه عيشنا حياة واحدة إحنا مرنا بتجارب كتير وحيوات كتير قبل ما نتجسد على الأرض يعني في جوابك جزء منه صحيح أنت تقتربين الجواب الصحيح ما تحصلين عشرة من عشرة ممكن 6 طبقين تعال الآن لكوز عسكين صح أستاذ أعتقد أن يعني هو الحياة متعدد الإنسان متعدد الحيوات وبالنفس الوقت يعني هو الوعي يحتاج حيوات وهو حتى يتوقع أي خطأ لأن أستاذ أعتقد يعني البشر يحتاج حتى وعي يرتفأ يعني هو حيوات أنا عجبني جزئية من الجواب بتاعك كثير عجبتني من قلتي يحتاج يتطور صح جدا رائع هذا الجواب لكن أيضا ما يزال جزء من الصحة هناك جواب أساسي رئيسي أستاذ ممكن نقول بردو لأن وعي الكون وعي الله وعي وعي الأبدية يعني يعني صعب نقول نحن أن نحن نعيش حياة واحدة أو اتنين وخلاص لا يعني إحنا عشنا قبل كده حيوات تبقى في وعي مختلف وعي نباتات وعي جماد ده ده في الأرض بس وقبل الأرض وعي نجوم وعي مقرات كواكب ولسه نعيش يعني وعي تاني مختلف وماتريكسات تانية أجوبتكم صحيحة جزئيا مش خطأ بالمناسبة ورائعة لكن الجواب الرئيسي ننتبه الآن كالتالي لو أزلنا هذه الحيات الحياتات أنا أسمير الحياتات وقلنا فقط حياة واحدة فهذا يصبح ظلم بمعنى أنت أتيت من الظوء هذا الظوء الكوني والله مباشرة ظلمك لأنه مررت بظرف سلبي فأنت سوف تعاتب الله تقول له لماذا أنت أتيت بي من الظوء مباشرة وجعلتني في ظروف سلبي بمعنى ممكن أنت تعارض الكون تقول إذن هذا الكون ظالم فإذا مباشرة نفترض أنه أتيت إلى الحياة السابقة ومباشرة عشت ظروف سلبية قاسية فأنت سوف تعاتب الكون تقول له لماذا أنت مباشرة وضعتني في هذا الظرف السلبي وبالتالي تحاسبني أنك تضعني في الحياة الحالية بالسلبية هذا غير ممكن واضح يصبح ظلم يصبح عدم عدالة فيه الآن سوف نتعمق حقيقة في الأمر أكثر وبالتالي بمعنى لو لو يكون الكون ظالم لو نفترض هيك يعني الكون ظالم فلا يتقون الوجود تجد ما فيه كون إذا الكون ظالم ما فيه كون أكتب هذا إذا الكون فعلا ظالم فبمعنى ما فيه كون ولو هذا ممكن دخلنا هيك في عمق يعني ما فيه كون بمعنى إذا كان الكون ظالم فكل شيء غير موجود لا يتحقق كله خلاص وعندما نقول كله خلاص حتى الكون نفسه هيكون أيضا خلاص هو ينتهي بمعنى أن الكارما التي أنتم تعتقدون فيها هي تفسير بشري وليست تفسير كوني انتبهوا